النهاردة بنتكلم عن الرجوع بعد الانفصال يمكن كلامنا طول الوقت عن الطلاق والانفصال اتنين حبوا بعد ده حبوا بعد ازاي؟ هو لسه فيه ناس بتحب بعض اتنين سابوا بعد اه والله انت ازاي كنت معشرين طيقات ازاي؟ ويروحوا يقولولو يا ابني دي ما كانتش نصيبك ولا اسمتك لا لا دي لا تطاق لا لا انت مش بتاعتك خالص مش بتاعتك الست دي مش ليك خالص طول الوقت بننتقد الناس سواء الرجل او الست عارفين جوحة؟ جوحة كده لما ايه ركب الحمار ايه ده ده سار ده مشوار طويل نزل جنب الحمار قالك جري ورا الحمار المهم يعني جوحة مش عاجب ولا نافع في اي حاجة يعمل عايزة اقول ان علاقات الزوجية دلوقتي بقت علاقات صعبة ما نقدرش ننكر ان هي بقت علاقات صعبة صعبة عايزة مجهود ومجهود من الطرفين عايزة حب عايزة عطاء عايزة تطحية عايزة احتواء ويمكن الاحتواء من اكبر الكوارث والمشاكل اللي احنا بنتكلم عليها طول الوقت لما اتنين بيقرروا ان هم يشاركوا بعد حياتهم ده بيبقى قرار كبير وعد عظيم وعد حياة انت بتبقى شريك حياتي وانا ببقى شريكة حياتك اكيد كل الحلو بنشوفه في بداية العلاقة اكيد كل التطحيات والعطاء والحاجات الحلوة بتبقى موجودة طب ايه اللي بيخلي اتنين يقرروا اللي هم ينفصلوا ده مش موضوعنا مش هنتكلم على اسباب الطلاق لكن هنتكلم برضو على يعني الشروط اللي انا حطاها لو انا عايزة ارجع لجوزي دلوقتي احنا النهار ده عندنا اتنين بيحبوا بعد خلاص اتجوزوا وبعد فترة حصل مشاكل كتيرة قوي ايا كان بقى المشاكل دي واحد جوزي بخيل يعني طول الوقت ممكن يبقى معايا بس ما بدنيش انا حسنه بخيل بخيل مدين اتنين جوزي ممكن يبقى بخيل في المشاعر ما بيقوليش كلام حلو ويمكن خمسين في المية واربعين في المية من انهيار الزجاة او حالات الطلاق بسبب انه ما بيعبرنيش مش مهتم بيا بيقولي دايما انا دايما كلامي افعال مش كلام والست دايما طول الوقت زي ما بيقولوا كده بالعام بتحب بودنها يعني لازم تسمع كلام حلو طول الوقت انا بحب اسمع كلام حلو فبتقوله مرة واثنين وثلاثة وعشرة وهو بالنسباله ان دي ست مضمونة الضمان في العلاقة الضمان الجارانتي انا اتجوزت واحدة معايا الجارانتي كده مدى الحياة ان هي قاعدة جنبي مش هتسبني وتمشي احيانا الضمان ده هو بيبقى سبب انهيار الجوازة وانهيار العلاقة العاطفية ان انا ضامن اللي معايا ان هي مش هتمشي او انا ضامن اللي معايا انه بيحبيني ومش هيسبني ويمشي تالت حاجة احيانا تدخل الاهل سواء من أهل الست أهل للراجل برضو بيبقى السبب كبير في انهيار الجوازة وانهيار العلاقة طيب الأهل بيدخلوا مشاكل طول الوقت مامته قالت بابا قال أخوه عمل أختي قالت أمي قالت ده جزء كبير في حياتنا ما نقدرش نستهون بيه تدخل الأهل في العلاقات الزوجية تمام كمان في حاجة كمان العلاقة الحميمية ما نقدرش أبدا ننكر أن هي برضو جزء مهم وكبير في أي جوازة العلاقة الحميمية والعلاقة الزوجية ما بين الزوج والزوجة لو هي تمام بتلاقوا العلاقة تمام أول ما نلاقي فيها انهيار وفيها خلل برضو في الآخر بنلاقي طلاق وانفصال طيب الهزات النفسية والشخصيات الغير متزنة نفسيا سواء الراجل أو الست مش بنتكلم على الراجل بس سواء الراجل أو الست أحيانا فيه راجل قدام أهلي قدام صحابي قدام مجتمع بتاعي راجل لطيف جدا وكيوت ومحترم وجميل وكل حاجة في حلوة هو بيبان وش للناس ووش في البيت فهو دي برضو الشخصيات المهتزة نفسيا الشخصيات اللي دايما طول الوقت عايشة في دور الضحية ودور الضحية ده صعب لأن انت مهما ترضيه ومهما تعمليله هو عايش في دور الضحية فأحيانا كمان أدوار الضحية ولما الست كمان يعني تلبس عباية الضحية ينهى ربيض بقى على اللي بنشوفه وعلى اللي بنسمعه أسباب كتير قوي بتخلي الجوازة دي تنهار أسباب كتير قوي بتخلي الاتنين قرروا أنه هما يتطلق طب أنا وإنت قررنا أن احنا نتطلق وقلبنا جابنا أن احنا نكسر كل العشرة وكل العش والملح والعشرة الحلوة والحب واللحظات الحب الجميلة والذكريات اللي جمعتنا قدرنا وقلبنا جابنا أن احنا نكسرها بعد شوية يمكن الحنين يمكن الوحشة يمكن إحساس الأمان يمكن الإحساس الحلو اللي أنا حسيته وأنا معاك يمكن الولاد والبيت والعيلة إحساس العيلة ابتدت أفتقدوا فالحاجات الحلوة دي كلها بعد فترة لما كل الناس اللي اتدخلت ومواصل العلاقة دي بعد فترة لما بيعودوا لوحديهم هو الوحد وهي بيرجعوا يحنوا للحاجات الحلوة اللي جمعتهم أصلا في البداية فبيقرروا إن احنا هنرجع طيب في حين بقى قرار الرجوع أنا هرجع للراجل اللي أنا حبيته وتجوزته أي أنك اللي حصل ما بيننا وهو نفس الحكاية أنا ما لقيتش حلوة بعديها أنا ما حستش نفس الإحساس الحلوة بالحب والأمان والعطاء والجدعانة والدم الخفيف والست الحلوة دي اللي أنا حبيت فيها كل حاجة لما نقرر نرجع ما ها أكيد بقى مش عقل إن احنا هنرجع بنفس العيوب اللي بسببها إحنا اتطلقنا أكيد هنرجع مش هقول شروط إحنا مش بنجلد نفسنا هنا مش هتكلم على شروط إنت لازم تعمل وإنت لازم تتغيري لأ إحنا هنتكلم على أبسط الحاجات اللي تخلي العلاقة ترجع تاني أحلى ما إحنا ممكن نرجع بس أنا شايلة منك وإنت شايل مني أهلك شايلين مني وأنا شايلة من أهلك معرفش إيه 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 إلا أنت قلتي وإنت قلتي وإنت عملت وإنت هنتني إيه الحاجات اللي تخلينا نرجع بس خلاص صفحة جديدة كل القديم اتمسح ويمكن معظم مشاكلنا أن إحنا بنفضل نشيل ونشيل ونتراقم ونتراقم ونشيل ونشيل والراجل يمكن مش شاطر في حتة أنه هو يفضي كل اللي جواست يعني الراجل في دماغه ونفل المشكلة قال كلمتين اتحلت هو فاكر أن هي قامت من القاعدة هي نسي كل اللي فات لأنه هو مش شاطر في حتة أن أنا أفضي أفضي الإزازة خالص أفضيها أفضيها خالص أخليها فضية لو فضيت هي هتبتدي من الزيرو النهاردة إحنا مقررين لكل ست بقي على العشرة والعشرة الحلوة ما بينها وما بين جوزها لكل راجل حس أن لا أن الست دي أنا بحبها وعايز أرجع لها تاني بس عايز حياتي تبقى أحلى إزاي حياتك تبقى أحلى مع جوزك اللي بتحبيه أو طليقك اللي أنت انفصلته عن بعد الأعدى دي اللي هتعودوها مع بعض إيه اللي المفروض يحصل ناس كتير قوي بتجري على الطلاق أميال بيجروا بس عشان يتطلق وناس كتير قوي رجع من حالات طلاق بس في الآخر ما بيجتمعوش في الحتة اللي في النص يا ابن التطلق يعايزين نرجع وخلاص نرجع وخلاص دي ما ينفعش نرجع وخلاص دي يعني هنتطلق مرة واثنين وثلاثة يعني لكن نرجع ازاي؟ نرجع ازاي؟ الصح بيقول ايه؟ ايه الحاجة اللي نرجع عليها؟ او ايه الحاجات اللي نحط إدينا عليها؟ عشان أقدر أرجع بنفس رادية بنفس مسامحة أبتدي من الصفر على أساس صح على أرض صلبة أبقف على الأرض وأنا واثقة إن أنا هارجع للراجل ده اللي هيصني لو رجعنا كل حلقة مشاهدينا هيكون معانا نموذج ناجح أو مبادرة خاصة بسيدات مصر الست المصرية الجدعة الشطرة وكل حلقة هيكون معانا في الإنترو مبادرة حلوة وست مصرية عاملة بصمة في حياتها يلا نشوف مع بعض ترجمة نانسي قنقر